اشتركوا في القناة او احداث انظمة مايكروسوفت وتكلمنا ان احنا عايزين نجهز اه نفسينا عشان اه ننزل السيستم او نزام ده على اجهزتنا الموجودة في الشبكة او في الدومين وطبعا اه احنا مش هننزله دلوقتي تحديدا لانه هو لسه نازل جديد فعايزين الاول نجربه ونشوف ايه مزايا وايه عيوبه بس على اكتوبر اربعة وعشرين اه سنة الفين اه خمسة وعشرين مفروض ان الويندوز هينتهي ومايكروسوفت مش هتدعمه ومفروض ان هو هيخلص او زي الويندوز اكس بي والويندوز سابن فهم مفروض قبل عشرين خمسة عشرين اكون جربت النزام ده وشفته شفت مزايا وشفت عيبه ومش كده وبس هجاهز نسخة ويندوز بمعنى يعني هابقى عندي نسخة ويندوز الفن حطت فيها البرامج اللي الناس كلها بتستعملها عندي وهزبط النسخة دي انها تكون سريعة وهعمل كل ما يمكن عملوا عشان النسخة دي تكون كويسة هحط برامج كتير الناس محتاجاها وهحسن في اداء النسخة دي او هحسن في اداء النزام ده وبعدين هاخد الويندوز بالبرامج بكل حاجة وعملها نسخة اطبقها على كل الماكن اللي عندي في الشبكة لما الويندوز او لما الويندوز تاني انتهي اكتوبر اربعة وعشرين عشرين خمسة وعشرين كلمنا في الخامس فيديوهاته اللي فات عن تفاصيل كتير قوي ازاي ان انا احدس اه يعني ازاي انا اخلي الويندوز اصرع واحسن النزام بيصرع من اداء الويندوز الابن قلنا ها حتةchool ان انا اقفل المؤثرات البصرية ان انا مثلا اخلي شكل ويندوز الابن اسهل بان انا خلي بتاعة الويندوز الابن شبه الويندوز سابن وكلمنا بحض كتير قوي عشان نحسن من اداء الويندوز الابن وقلنا ايه البرامج او ايه اه البرامج اللي بتستعمل بكثرة في اه معظم الشركات حاجة زي مسلا سيفنزيب لو بيفك الملفات المضغوطة او بيضغط ملفات مسلا اه كيباس اه كيباس ده قلنا حاجة بتخزن اه كلمات السر وبتشفرها عشان ما حدش يقدر يستعملها غيرك ومسلا الافس الناس كولا بتستعمل الافس فكل ده اه اتكلمنا عنه في الخامس فيديوهات اللي فات هنكمل النهاردة في الجوز السادس ان احنا بغض ده عايزين نكمل شغل في الويندوز اليفن عايزين ان احنا نخلي شكلها احسن واسرع ونخلي اه المستخدم اه يتعامل معها بشكل سالس ما يبقاش عمليا مؤقت طيب هنتكلم في النهاردة هنتكلم في هاردة عن اه شوية او او ان انا زي خلي الويندوز اليفن اه تبقى اسرع في طريقة كده هقول عليها برضو من ضمن الحاجة تخليها اسرع وازاي ان انا اعمل اوبشن في الويندوز اليفن آآ يقدر يساعدني ان انا اعالجها لما بوز تمام ده برضو من ضمن الحاجات بالسامية ترابل شوتينج تولز وان انا برضو هعمل تريكاية برضو ازاي ان انا احاول افضي مساحة من آآ اللي نزل عليه نزام الويندوز كنا اتكلمنا قبل كده على انه كل ما كان فيه مساحة آآ آآ مساحة فاضية على السي اللي هو اللي بنزل عليه الويندوز كل ما خلى ده آآ الويندوز اداءها احسن واسرع طيب خلينا نكمل النهاردة ونشوف الجزء السادس من الفيديو هنروح فاتحين آآ تمام هنفتح الماكنة بتاعتنا اول حاجة هنتكلم فيها ان احنا عايزين نخلي آآ شكل الويندوز سهل لليوزر وان هو اي حاجة او معزم البرامج اللي عايز يوصل لها ويشغلها يقدر يوصل لها بسهولة وما يتعبش نفسه خلاص يلاقي كل حاجة جهزة قدامه يعني ايه خلينا كده نمشي مع بعض واحد واحدة يعني بس ندخل الاول واريك انا اصدق ايه بالزبط يعني على سبيل المثال انا مثلا شايفين ده سطح المكتب انا عايز كل البرامج اللي اليوزر بيستعملها او المستخدم بيستعملها بكثرة او على طول بيستعملها لازم ليها بقى شرط قط او مختصر على سطح المكتب ادي حاجة ثانيا عايز برضو البرامج اللي بيستعملها على طول تبقى برضو ليها اختصارات في التاسك بار اللي هو في الجزء اللي تحت ده وكمان عايز لما يفتح لا يا دي يا جماعة يعاني ميجي يفتح ده برضو يلاقي معظم البرامج اللي هو عايزها برضو محتوطة هنا في الستارت مينيو ليه كل ده عشان اسهل علي الموضوع ومش عايز كده وبس انا عايز ان كل مش المستخدم ده بس اللي يزهر له او يحصل مع الحكاية دي كل المستخدمين اللي هيستعملوا النزام ده يظهر لهم نفس الكلام يعني المستخدم الاسمه كريم هيظهر له كل المختصرات لكل البرامج اللي هو بيستعملها على طول. هتظهر له على سطح المكتب وهتظهر له في التاس كبار وهتظهره في واحمد نفس الشيء وهيسب نفس الشيء وكل بقى اي حد هيعمله كلمة سره اسمه مستخدم على النزام ده هيلاقي نفس التفاصيل دي. طيب معلومة كده نقول على المشي انت لما بتعمل او حساب على خلاص? اول ما بتدخل بالحساب ده على الويندوز بتعملها بحاجة اسمها ملف شخصي. يعني ايه ملف شخصي? يعني انت دلوقتي عامل صورة لسطح المكتب عندك. وحاطت اختصارات لبرامج معينة على سطح المكتب عندك. ومثلا مغاير في شكل الويندوز بشكل معين. خلاص? كل ده اسمه بروفايل او ملف شخصي. خلاص? لو انت خرجت من الويندوز ودخل احمد احمد مش هيلاقي سطح المكتب بتاعك ولا هيلاقي المختصارات بتاعة البرامج بتاعتك ولا هيعمل اي حاجة خالص ولا هيلاقي حتى شكل الويندوز بتاعتك انت. كل واحد منك يقدر يتحكم في شكل الويندوز ويتحكم في المختصرات للبرامج اللي هو عايزها وكل كلام ده كله. يعني كل واحد بيشوف الويندوز بالطريقة اللي هو مكيفها بيها او اا معدلها بيها. دي اسمها بروفايل. طيب. احنا عايزين نعمل ايه بقى? من ضمن الحاجات اللي تخليك تعمل اا او تعمل امج مزبوطة من انا عايز اعمل ايه? عايز ان سطح المكتب بتاع كريم. بالاختصارات بتاعة برامج كريم. بالاختصارات اللي هتتحط في بتاعة الويندوز. يعني السطح بتاعة الويندوز دي اللي هي اللغة وكل حاجة. عايز ان مش كريم بس اللي يشوف ده لأ عايز احمد كمان يشوف نفس حاجة كريم. اللي هي حاجة كريم دي اللي هي البروفايل بتاع كريم. ومسلا عايز ان يشوف البروفايل بتاع كريم. واي اا اي حد يشوف البروفايل بتاع كريم. يبقى البروفايل الكريم ده هيبقى يعني اي حد هيعمل له حساب على الويندوز. تمام? هيخش يشوف كل الحاجة اللي كريم بيشوفها. او كل الخيارات بتاعت كريم. الخيارات دي اللي هي ايه? المختصرات بتاعت برامجه. تمام? آآ سطح المكتب بتاعه. تمام? صورة سطح المكتب بتاعه. كل التفاصيل دي كلها. واحد يقول لي طبعا ليه عايز اعمل كده? انا عايز اوحد اوحد كل حاجة على كل الناس. بحيس انه الناس كلها تشوف حاجة واحدة. وتبقى كلها ماشي بالنظام واحد. خلاص? طب هل ينفع اعمل الكلام ده? آآ بالجروب بولوسي? ممكن يتعمل بالجروب بولوسي. بس انا هوريكو طريقة تانية ازاي نحن اقدر نعمل الكلام ده من غير الجروب بولوسي. طيب اول حاجة عايزين نعملها دلوقتي هي عايزين ان احنا نخلي شكل الويندوز آآ احسن. عشان اليوزر يقدر يتعامل معها بشكل كويس. اول حاجة نعملها ايه? كل البرامج اللي هيحتاجها اليوزر هنحط لها مختصرات على سطح المكتب. يعني ايه مسلا ايه البرامج زي ايه? زي الافوس مسلا. زي الاكسل والوورد او باوربوينت. آآ برنامج السبن زيب اللي بفك الضغط. برنامج مسلا آآ هنقول لكم على برنامجين كويسين قوي. برضو من البرامج المفيدة جدا 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 ليه المستخدم? تمام? حاجة اسمها سنيب طول وحاجة اسمها ستيبس ريكوردر. خلاص? كل الكلام ده كله عايز احط له مختصرات على سطح المكتب. وعايز احط له مختصرات في التاسكبار. وعايز احطها في الستارت مينيو. خلاص? خلينا بقى نعمل الموضوع ده واحدة واحدة. هنفتح كده الستارت مينيو اهو. بصوا. هنبص على حاجة الاول. اول ما نفتح الستارت مينيو. هنلاقي بصوا كده هنلاقي انه مسلا دي معظم البرامج. هنا هو ايه او البرنامج ده? بيحط لك معظم البرامج اللي انت بتستعملها. وبتخش عليها كتير بيحطها لك في الوجهة. خلاص? احنا هنعمل ايه? هنشيل كل البرامج دي. خلاص? وهسبتها. يعني اقول لك على حاجة مسلا. بالمسال دول اخر عشر برامج مسلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. آآ سبعة تمانية تسعة. دول عشر حاجات او اخر عشر حاجات انت بتخش عليهم بشكل دوري وبشكل مستمر. خلاص? انا عايز اعمل ايه? انا هلغي كل دول وهسبت بقى احط حاجات معينة في دماغي هسبتها. عشان هي دي الحاجات انا بخش عليها على طول. انا هكبر البرنامج انه هو يسبت لي برامج معينة في الوجهة هي دي اللي انا بستعملها. زي زي مثلا آآ آآ زي مش عارف ايه. طب واحد يقول لي ما تسيبه كده يعمل لو هو عايزه. لا انا مش عايز كده. انا عايز حاجات معينة انا عارف تماما اليوزر بيحتاج يخش علي ايه? وايه الحاجات اللي هو بيدخل عليها بشكل مستمر? هسبتها له. فهنشيل كل دول وهنسبت بقى الافس هنا اهو والسيفن زيب وكل التفاصيل دي كلها. خلاص? هنشوف ومش هعمل كده وبس كمان هسبت البرامج دي مش في الوجهة في الستارت مينيو هسبتها كمان في التاسك بار. وكمان هرميها على مختصر على سطح المكتب. خلينا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي? نعمل كده. اه دي مسلا عاسبين هقول رايت كليك ادي منامج الاكسل. خلاص? هقول له لو سمحت حطه لي فين في التاسك بار. خلاص? هطه لي في التاسك بار. طيب في ميزة برضو تانية لما تحط مختصر في التاسك بار هقولكو عليه. يعني دلوقتي عاسبيني مثال قلنا له بنتو تاسك بار. بصوا الراجل حتها هنا. خلاص كده? وبرضو هنحط الباور بوينت. خلاص? هنقول له بنتو تاسك بار. خلاص? هنحط كل برامج او معظم برامج او اللي اليوزر بيستخدمها او المستخدم بيستعملها بشكل مستمر. كلنا بيستعمل والباور بوينت والاو دي معظم البرامج اللي بيستعملها مستخدمين. طيب واحد يقول لي اه انا ممكن احطهه على سطح المكتب اختصار. لا بلاش تحطهه على سطح المكتب اختصار. وهقول لك ليه? خلاص? احنا دلوقتي خلاص عملنا ده. وعايزين باقي نفس البرامج دي عايزين هنا نسبتها هنا وا�� الوش طبعا احنا هنعمل دلوقتي هنشيل معزوم الحاجات دي زي ما انتم شايفين صفة كل الحاجات دي كلها خلص هاشيل كل الحاجات دي كلها وهسابت الOOMPOWERBOOINT يزهروا هنا في الواجهة خلص قبل ما نعمل الكلام ده يعني كده بشيل كل دول قبل ما نعمل الكلام ده عايزوا أريكم حاجة لو انا دلوقتي جيت هنا مسلا شوفو انا حطت هنا مسلا مين الفاير فوكس في التسك بار لو عملت كده بصوا اخر مواقع زورتها اهي او المواقع انا بس نعملها باستمرار هيحطها هنا في اللي هو اللي بتستعمله بشكل مستمر خلاص? وتسكات لو عايز مسلا تفتح شباك جديد كل ده ظهر هنا. طيب هاريكو على حاجة احسن كامل لو انا حطيت الاكسل هنا نعمل كده ونقول له مسلا مسلا طيب ايه فايدة ان انا حطه هنا وما حطوش برا على سطح المكتب هقول لكم لو عملت كده الا هيجرى دي كل الاكسلات اللي انا بدخل عليها بشكل او دي كل الاكسلات انا دخلت عليها مؤخرا خلاص يعني دي برضو مفيدة الريسنت هنا بيجيب لك كل الحاجات انا دخلت عليها مؤخرا فدي حلوة انت راجل دلوقتي بدل ما تروح فتح الاكسل وتخش على نفس او نفس المستند كله كل مرة بنفس الطريقة تفتح الاكسل وتخش او دابل كليك على المستند وتدخل لأ انت هتعمل على الايكون بتاع الاكسل وتخش على طول ايه على المستند ودي هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة اخر عشر مستندات انت بتخش عليها فدي مفيدة جدا لما ثبت الايكون بتاع الاكسل او الويرد والباوربوينت واعمل رات كليك اقدر اخش على اي اخر عشر مستندات انا دخلت عليهم اه من فترة فده كويس انا دلوقتي عايز اثبت الكلام ده عشان اليوزر اسهل عليه استعمال مجموعة كلها حاجات للتسهيل يا جماعة احنا بنسهل على المستخدمين مش عايزين نعقد حياتهم خلاص هنشيل بقى كل حاجات الملهاش لازمة كل ده هشيله خلاص هشيل كل ده وهشيل طبعا اكس بوكس جيمز مسلا مش عايز طبعا وهشيل كل الحاجات الملهاش لازمة خلاص وهنسبت بقى ايه كل ده هريموف خلاص هريموف الموضوع ده ماشي وريموف الكلام ده ان انستول اه سوري بلاش انا انستول هتشيله رايت كليك وقل له ريموف خلاص ريموف خلاص وريموف خلاص وريموف تمام وريموف خلاص ممكن تيسيب البينت على اساس البينت ده لو لو حد عايز يرسم يعني بس مش مش قوي وهنرجع بعد كده هناك ونقول له رايت كليك على مسلا تعال اكسل ونقول له بنت وستارت مينيو اوبن شل خلاص بصوا بقى لما دوس على كده اللي هيجرى هرجع وراء تاني هلاقي راجل ثبت الاكسل في الوجه خلاص نرجع كده تاني بصوا ايه اللي حصل اهو الاكسل اللي سبت فوق خلاص الاكسل سبت فوق بقى عندي انا دلوقتي الاكسل اللي سابت عايز ادخل عليه يدخل عليه من هنا يدخل عليه من هنا خلاص وفي نقطة برضه عايز اولهلكوا جماعي يعني على سبيل مثال دلوقتي برضو في نقطة حلو قوي لو جيت هنا اهو كده وروحت على الاكسل بصوا ادي الاكسل لفين مسلا اهو ده مسلا لو دست هنا بصوا ده برضو ايه اخر عشر مستنداتنا دخلت عليهم فيجبها من هنا يجبها من هنا هنا برايت كليك وجمع من هنا يا كده خلاص طيب خلاص قد ينهي هنسبت مين هنسبت مسلا الورد بعدين هنسبت الباور بوينت وبعدين هنسبت الاوت لوك طبعا سننا نحط الاوت لوك فين في ال البتاع من تحت هنا خلاص في كبار من تحت خلاص هنسبته خلاص زي ما عملنا كده وهنسبت الاوت لوك برضو في الستارت منيو خلاص كده حطينا معظم البرامج اللي احنا عايزينها. خلاص? في برنامجين عايز اقول لكم عليهم دول مهمين جدا. وحلوين قوي لما تحب تعالج مشكلة او لما يبقى. المستخدم عنده مشكلة وعايز يبلغك بها. خلاص? خصوصا لما كن انت مش موجود في المكتب او انت مش موجود في المكان. وما عندكش مسلا اه ما عندكش مسلا ريموت او تخش عليك برنامج عن بعض. يعني في بعض البرامج ممكن تخليك تدخل على مكان وانت مش في المكتب. ممكن انت في البيت مسلا تخش على مكانة في الشغل. تمام? عن طريق حاجة اسمها مسلا. نفترض ان انت ما عندكش الحكاية دي او ما عندكش الموضوع ده. خلاص? هتعمل ايه? ممكن تخلي اليوزر يبعت لك اه سكرينشوت او صورة من خلاص? طب واحد يقول لي طالما انت عندك نت ما يتبعت له هي المشكلة ان ممكن تكون مسلا عندك على سبيل المسال مسلا ما عندكش مسلا اه انت مسلا برة ومعاك موبايل مسلا ما عندكش لابتوب ومعاك موبايل. فانت عايز تخلي اليوزر مش همش معلومة عن موبايل هتخش ريموت انا عارف ان ممكن تتعمل برضو بس صعبة. انت هتقول اليوزر يبعت لي الارور صورة من الارور. فاحنا عندنا برنامجين حلوين قوي دي حكاية دي. بمع طولك اه بياخدوا صور او الاخطاء ومش كده وبس بيدهلك بالتفصيل. برنامج اسمه سنيب تول وبرنامج تاني اسمه ستيبس ريكوردر. فخلينا نشوف الاول نسبت البرنامجين دول. نحطهم فين او نسبتهم نخلي اليوزر يقدر يبقى شوفهم باستمرار. بس بدل ما هنحطه في التس كبار او في الستارت مينيو هنحطه على سطح المكتب. حاجة اسمها سنيب تول او سنيبينج تول. خلاص. هنقيه رايت كليك ونقوله حطها لي كريت شورت كات. ممكن طبعا تسبتها في الستارت مينيو. خلاص. وتحطها في التس كبار لو عايز بس انا ايه حقود لها خليها لي على سطح المكتب بره. خلاص خليها لي على سطح المكتب بره. خلاص اه هنسبتها على سطح المكتب بره. خلاص? والبرنامج التاني اسمه ستيبس ريكوردر. وده اداة تحفة. بالمعنى. بيجيب لك تفاصيل التفاصيل. مش بيسجل بس او مش بيديك صور بس. بيديك صور. وبيقول لك اه اليوزر ضغط على ايه واسمه ايه. يعني يقول لك مسلا اليوزر مسلا ضغط على كزا. اسم بتاع كزا. واسم البرنامج كزا. والفرجن بتاعته كزا او مسلا رقم كزا. هوريكوا دلوقتي تجربة عملية على الحكاية دي. خلاص? فقادي ستيبس ريكوردر. حطينا الاتنين على سطح المكتب بره. ويه سبتنا هنا? طب خلينا ايه? نبص بصة. على البرنامج ده. البرنامج انا جيت دلوقتي. كيوزر. اهو. عايز ان انا اخد صورة من سطح المكتب. مسلا المعين. فاروح دايس على ده كده. خلاص? وبعدين اروح عامل كده. خلاص? خلاص. لما دوس كده. كده انا اخدت صورة خلاص. اقول له سيف هالي. كصورة. خلاص? وابعتها لك. ازا كان في معين ابعته لك. دي اداة بسيطة قوي عشان اه المستخدم يبعت لك مشكلة بتوجه. انما في بقى اداة اقوى منها بكتير. اسمها طب ايه ده? اقول لكم عليه. انا جيت دلوقتي اهو فتحت كده. خلاص في حاجة اسمها بصوا بقى كده معي اهو. انا مسلا دلوقتي عندي مشكلة. وعايز ابعتها للآي تي عندي. خلاص? فاروح دايس خلاص كده. اه مسلا لما جيت ضغطت على مسلا كده. وبعدين مسلا ضغطت على مسلا ده كده مسلا. وجيت افتح مسلا كده. ضغطت مسلا على ملف معين من دول مسلا. خلاص. جاب لي مسلا. خلاص? مسلا يعني. طيب خلاص انا كده خلاص. اه يعني خلاص هوقف تسجيل هنا دلوقتي. يقول له خلينا نشوف بقى. هيطلع لك الموضوع ازاي? هل هيطلعه هيتصوره بس? لا. هيطلع لك في شكل قوي جدا جدا. بصوا بقى اللي حصل. الراجل هنا طبعا جاب لك صورة. شايف? بس جاب لك مش جاب لك صورة وبس. ده بيقول لك كمان المستخدم عمل ايه? فاكرين انا ضغطت على مرتين يقول لك. يقول لك. ان اليوزر ده او المستخدم ده اللي بياخدوا الصورة دي. دخل على الايكون ده وعمل ايه بالزبط? يعني بيوصف لك عمل ايه? والساعة كام? والتاريخ. خلاص? بنرجع تحت كده مسلا شوف اهو انا مسلا دخلت اهو. وبعدين دخلت على ده. خلاص? زي ما انا عملت بالزبط بتسجيل. وبعدين دخلت على الملف ده. كل ده متسجل. كخطوات مكتوبة وكصور. طيب. ايه كمان اللي ممكن افيد بيه هقول لكم? كل ده متسجل اهو. تحت هنا او راجل كتب لك شوات تفاصيل تانية. مسلا. اه اه اتسجل البتاع ده من امتى لامتى? يعني التسجيل ده مدته قد ايه? خلاص مسلا من تسعة واحد وخمسين اه اه يعني تقريبا عشرين ساني. خلاص? طيب اتسجل اربع خطوات. انا دخلت وبعدين مش عارف عملت ايه وعملت ايه دول اربع خطوات? ايه النظام اللي انا واخد منه لسكرين شوت? سبعتاشر واحد تلاتة اربعة كزا 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 كزا. ده ويندوز تين طوال. ممكن تعرف منها من الرقم ده. خلاص? طيب. وهنا بقى كتب لك تحت التفاصيل. هنا مسلا بيقول لك ايه? اه احنا قلنا فوق ان هو بيكتب لك انا كتبت مسلا عملت مسلا على زي سبي سي. هو كتبها فوق بس تحت بقى بشوات تفاصيل اكتر بيقول لك ايه? انه اه انا فتحت زي سبي سي وبعدين اللي اللي فتح زي سبي سي برنامج اسمه الويندوز اكسبولولر. خلاص كده? والنسخة بتاعته كزا. والشركة اللي عاملها كزا. خلاص كده? ايه بقى تفاصيل زيادة زي ما انت عايز? خلاص مكتوب بقى كل التفاصيل اللي انتوا شايفينها دي. خلاص كده 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 اهو 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 اهو. فانت ممكن باليوزر لما تحصل له مشكلة اقول له سجلي مشكلتك بالبرنامج ده. فهيبقى وتحفى. هيديك شوات تفاصيل هيلة. ودي مفيدة جدا لو انت مش قادر تخش على جهاز المستخدم ده من بره. انت مسلا في العربية ما عادلكش لابتوب معاك موبايل. فلو بعاتلك دي يا جماعة هتسايف ملف يعني اقول له كده مسلا سيف بصه لو قلت له سيف هيعمل ايه? هو وهسيفه كملف مضغوط. بس الحقيقة انه لما بتيجي تفتحه بيفتحه لك انه صفحة انترنت. فطبعا ممتاز 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 ممتاز. فانا عايز انه حاجة زي كده تبقى موجودة عند المستخدم. لانه هتحدفدني جدا في ان انا اه اقدر ان انا اه اعالج المشاكل. وهتساعدني جدا ان انا اعرف برضو ايه اللي بيحصل عند الراجل. تمام? فكده احنا ايه? سبتنا الدنيا كلها. دي كنتو شايفين سبتنا معظم. الحاجات اللي عايزها المستخدم. سواء على او على سطح المكتب. واي يوزر هيتعمله حساب على الويندوز اليفن هيشوف نفس الايكونات دي. ونفس الشكل ده. خلاص? او نفس البروفايل ده. خلاص? وهنسبت كي باس هنرمي برضو كي باس لان كي باس ده مهم. عايزين نحطه في طيب. احنا لحد اللحظة دي كده مشين ممتاز. اوي 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 اوي. خلاص? كل البرامج اللي احنا محتاجينها المستخدم يقدر يوصلها بسهولة. ويقدر كمان هو يخش على اي حاجة هو عايزها بمنتهى السهولة. خلاص? سبتنا كل التفاصيل دي كلها. طيب. في حاجة برضو تانية عايزة اقولها آآ لاحستها كتير قوي مع ناس كتير قوي آآ اسناء شغلي. ايه اللي انا لاحسته او ايه الموضوع اللي انا لاحسته. آآ خليني بس الاول بس نعدي الحتة دي عشان بس انا عايز ابص على حاجة. لا مش ابن شاء الله الحاجة اعتقد هنعديها. طيب خليها هل هي طرح هفتح الرن ولا هعمل ايه ثاني كده. عايز بس هتأكد ان هي دي الخطوة اللي انا عايزها. ان هعمل رن او انا هادوس حاجة تانية. نطور يا جماعة انا بحفصي. طيب بصوا بقى يا مع. بصوا كويس قوي معي. خلاص? لما بتيجي تعمل لك حساب على الويندوز تمام? الويندوز بتعمل لك شوية فولدرات خاصة بك انت. يعني دلوقتي عملت اسمه كيرة او اربعة. خلاص? ودخلت بيه على الويندوز. الويندوز بتعمل لك فولدرات او آآ مجلدات خاصة بك انت. حاجة مسلا مجلد زي مجلد او التنزيلات. مجلد تاني للمزيكة بتاعتك. مجلد تالت للصور بتاعتك. مجلد رابع لفيديو هاب بتاعتك. كل مستخدم بيتعمله او او كل مستخدم بتعمله او بيتعمله حساب على الويندوز بيتعمله الفولدرات دي. خلاص? وكل واحد منفصل عن التاني. يعني آآ آآ كريم هيبقى له آآ مجلد تنزيلات لوحده. واحمد هيبقى له مجلدات مجلد تنزيلات لوحده. كريم هيشوف آآ مجلدات مجلد التنزيلات بتاعه هو الوحده. واحمد هيشوف مجلدات تنزيلات بتاعته هو الوحده. يعني لا ده هيقدر يشوف مجلدات كريم التنزيل ولا احمد هيقدر يشوف مجلدات او يعني مش كريم مش هشوف مجلدات التنزيل بتاعت احمد واحمد مش هيعرف مش هيعرف يشوف مجلدات كريم بتاعت التنزيل. كل واحد له الملفات بتاعته دي او المجلدات دي. طيب المجلدات دي مكانها فين? المجلدات دي مكانها في السي. خلاص? فده بياكل مساحة من السي. واحنا قلنا ان احنا عشان نخلي النزام شغال كويس يبقى لازم ان احنا نضمن على الاقل اه ان في حوالي عشرين في المية من ده مساحة فاضية. عشان النزام بيحتاج مساحات عشان يشتغل. لازم يكون عندك مساحة فاضية عشان النزام بيستعملها. خلاص كده? طيب. فاحنا عايزين على الاقل عشرين في المية من سي يكون فاضي. طيب. بما انه دي على السي فكده لو انت مسلا عندك عشر مستخدمين اضرب بقى عشر مستخدمين كل مستخدم عنده كم 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 مجلد دي واحد واحد اتين تلرة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة اتناشر اضرب بقى اتناشر فى عشرة ايبقى عندك كام يا معلم كتير عندك عشرة اتناشر فى عشرة يبقى مية وعشرين. خلاص بقى عندك ده مية وعشرين مجلد بكل اللي فيهم بقى وكل ده موجود في السي. فطبعا كل ما زاد عدد المستخدمين وعدد الحسابات الي على الويندوز كل ما المساحة اللي يتملت لان لان الفولدرات دي على السي. طيب عايزين نعمل ايه? انا عايز ان اي مستخدم يتعمل له حساب على الويندوز الفولدرات دي ما تبقاش في السي تبقى في الدي. خلاص? عشان اوفر مساح. هتبقى هنا في مشكلة معينة لو عملنا الحركة دي. اننا دلوقتي هموذ كل الفولدرات دي بدل ما هتبقى موجودة في السي هتبقى في الدي. بس هيبقى في مشكلة. انه كل المستخدمين هيتشاركوا في فولدرات واحدة. يعني بدل ما كل واحدة يبقى له اتناشر فولدر لا اي مستقدم كلهم يبقى لهم اتناشر فولدر ويشايروا فيه او يخمسوا فيه. يعني على سبيل المثال كريم مسلا له اتناشر فولدر احمد له اتناشر فولدر هيسم له اتناشر لما او حركهم من السيلي دي احمد وهيسم وكريم واي حد هم اتناشر فولدر يستخدموا يستخدموهم كلهم. خلاص? واحد يقول لي ما كده الدينا هتطلخبط او كده. الناس كلها هتشوف حاجة بعض. والله ده لو انت عندك جهاز وحطت عليه مستخدمين كتير او مكاريت عليه او عامل عليه مستخدمين او حسابات مستخدمين كتير في العادي الجهاز بيبقى عليه مستخدم واحد او اتنين خلاص كده لو انت بقى يعني حاسس ان الموضوع ده هيعمل مشكلة اه ما تعملوش بس انا شايف ان ما فيهاش مشكلة يعني هو اجهزة وبيستعمل وما حدش هبص لحاكة التاني يعني ما فيهاش مشكلة لان انا عملها وعمري ما اشتكت منها الصراحة فعايزين ان احنا نموه في كل الفولدرات دي من السي للدي خلاص ومش كده بس انا هروح الدي واعمل فولدر وسميه ماي دوكيمتز فولدر سميه ماي دوكيمتز وهحرك فيه كل الفولدرات دي خلاص وبعد كده اي حد بتعملو حساب على الويندوز الفولدرات دي هتبقى في ماي دوكيمتز خلاص خلينا نشوف هنعمل الحركة دي ازاي وعلى فكرة دي هتوفر مساحة كبيرة جدا من السي خلاص لان انتوا عارفين اغلب الناس انا اقول لكم حاجة اغلب مسلا ملفات الورد والاكسل والباربوينت كلها بتتسايف في السي في فولدر اسمه خلاص اللي هو من ضمن الاتناشر فولدرات اللي انتوا شفتوها دول والصور بتتسايف برضو في في مثلا في الحتة اللي احنا شفناها من شوية والفيديوز نفس الحوار فده بيكل مساحة كبيرة اوي فاحنا هنعمل ايه هنعمل فولدر خلاص ونسميه خلاص وهنموه في كل الفولدرات بتاعتنا هنموه في كل الفولدرات دي بصوا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة شايفين اهو هموه في الاربعة دول او الخمسة دول احنا مش محتاجين الاتناشر انا عايز بس اهم اه ست فولدرات اللي هما التنزيلات بصوا يعني هنا عسابيني المسال عندنا ايه عندنا اهم حاجة عندي والدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة الخمسة دول يهموني جدا ان هما يتحركوا من السيلة دي الباقي مش مهم خلاص كده فهنعمل ايه على الفولدر ده خلاص خلاص بصوا بقى هنعمل ايه او خصائص هنا هيقول لك او المكان بتاعه فين لو فتحنا هنا او مكانه بصوا هنعمل ايه هنيجي هنا هنقول له لو سمحت انا عايز ان انا احوله من السي شوف هو بيقول لك مكانه فين في سي يوزرز كيرا يا او كذا ماشي اقول له ايه بص بقى يا معاليف انا عايزه ايه بص عايزك تعمل يا عايزك ان انت تحول الداون dengan دا اللي دي ولازم تعمل سلاش داون لودز لان مافيها ش فولدر اسم داون لودز لان دي لازم اعمل سلاش داون لودز د ده موجود في السي انما دي فلازم اعمل داون لودز ده انا اغلط في الحتة دي واضت كده عشان بستبقوا مفاهمين القصة ماشي ازاي. هنمشي شواء صغرين كده نكمل 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 هلا بقى نيجي فين عايز ان انا آآ نيجي برضو للحتة كده الفلانية نكمل نكمل كمان بصوا. هنيجي فين? لا نكمل كمان. هنيجي بعد كده فين في الحتة بتاعت اعتقد سواني كده. ده فين اهو. هنيجي مسلا لدوكيمتز بصوا. هنعملية دلوقتي خلاص. هنشيل بدل بصوا دوكيمتز فين? اهو. دي على رسالة بيقل لك ايه اننا بصوا الرسالة اللي قبل كده بيقول لك ايه بصوا لو لا جينا حاجة بسيطة كده. لا عملناها كده تاني. بصوا لو جينا كده اهو. يعني بصوا لو جينا كده. بصوا هنا把 ايه مافيشام لدي اسم فا كريةه لك طبعا. اعملهولي لان بعد كده هاخد ده اللي في السي هواديه دي اللي نستعمل دلوقتي في. خلاص. طيب خلاص. اوكي يا باشا كاريتو ونقله لي خلاص وهننقل بعد كده بعد كده ميوزيك وبعد كده فيديوز هننقل كل دول من السيلة دي وده هيوفر عليك مساحة كبيرة جدا خلاص نروح على صور طبعا نسيبكو هو كان اسمه يعني نسيبكو من ان هو اسمه ده هو اسمه خلاص هنخش ونكمل هنعمل الكلام ده وميوزيك وفيديوز يعني هنمشي كده شوية بسيطة برضو هنروح على الصور ونعمل نفس الكلام سوان كده بس يا جماعة عشان انا عايز اعدي الحتة دي اهو راتكليك على اللي هو الصور يعني اهو راتكليك وبعدين نقول له برضو حولولي من السي حطولي في الديو خلاص حولولي في السي حطولي في الديو وعلى فكرة ده هيتم لكل المستخدمين يعني مش لكريم بس مش المستخدم الاسمه كريم اي حد بعد كده حقت كلها تبقى موجودة في الديو خلاص 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 بتاعهم بيقول لك ان ده مش موجود انا هكريته وبعدين هاخد اللي في السي حطها في اللي انا لسه عملها في الديو خلاص نقلنا هنروح ننقل المزيكة او والفيديوهات خلاص كده خليها نمشي برضو حاجة بسيطة كده ونكمل معلش نكمل كده جماعة مسلا نكمل برضو كده برضو نكمل بصوا هننقل برضو كده نكملها معلش بصوا لان نكمل كمان نكمل كمان بصوا بقى هنروح على بتاع الميوزيك بصوا هنيجي هنا على على الميوزيك المزيكة وبعدين نشيل اللوكيشن من السي يوزر كيرا اوف خلاص 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 تمام فالطبيعي جماعة اي حد بيعملو حساب على الويندوز بيتعملو اتنشر فولدر في السي خلاص خلاص احنا هناخدهم من السي نحطهم في الدي خلاص اهو ميوزيك هيقولك مفيش فولدر اسمه مزيكة اماشي اعملو ونقل ده من هنا الهنا ونيجي بعد كده للفيديوز اللو هو الفيديوهات نفس الكلام هننقل برضو فولدر فيديوهات من هنا الهنا خلاص نفتح كده اهو بصوا الدنيا ماشية تمام زي الفول اهو خلاص ننقل بقى الفيديوز كده نقلنا كل الفولدرات من السي ودي وده هيوفر معك مساحة كبيرة جدا هدولوك يا جماعة ده ويوفر مساحة كبيرة جدا 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 خلاص ده بالاضافة ان شاء الله في فيديو جاي هعلكم على كمان ياخد وينضاف لك مساحة كتير جدا من السي عشان النظام يقدر يشتغل بسهولة لازم على الاقل يا جماعة عشرين في المية من السي تكون فاضية ويحرص دايما على النسبة دي تمام طيب خلينا كده ايه نقلنا كل الفولدرات اهو خلاص ايه بقى الخطوة اللي جاية طيب بس خلي بس اتأكد ان هي الخطوة اللي جاية دي فعلا ان انا وقفت فيها لان في خطوة انا هقول لكم عليها ودي برضو حاجات ما انا لاحظتها اغلبنا برضو بتملم ساحة من السي اللي عليه النظام وبتاكل منه بساحة كبيرة جدا ايه بقى الحركة دي هقول لكم عليها بصوا جماعة دلوقتي لما تيجى انت دلوقتي مسطاب على جهاز واحد خلاص? واجي الراجل يا قليك لو سمحت سطب لي الميل بتاعي على لاوتلوك لا بتخش يسطب دول Eli بتاعه على الاؤوتلوك خلاص? وبتدي الراجل يستقبل الميلات بتاعته على الاؤوتلوك. طيب? الميلات دي اللي بتنزل عن طريق بتتخزن فين? خلاص الميلات دي بتتخزن فين? افاجأك واقول لك نا بتتخزن في حيل? يعني تخيل مسلا ان الراجل ده عنده في بتاعه مثلا الف الرسالة. القرفة الرسالة مثلا حجمهم عشرين جيجا مثلا. كل ده بيتخزن فين? بيتخزن في السي. واحد يقول لي ايه ده ازاي يعني. ها زي ما بقولكك? بيتخزن في السي. طب واحد يقول لي طب مهوا ساعة بيدلت منهم حاجات او بيشيل منهم حاجات. ما فيش مشكلة هيدلت منهم حاجات. بس برضو استلقى الحاجة موجودة في السي. واحد يقول لي طب ده انا بخزنهم بعمل حاجة اسمها بركز وخزن جوا الحاجات ده جماعة يعني ايه زي حاجة زي ارشيف كده. بعمل مجلد واخد في الميلات القديمة اخدها واشيلها بره. خلاص? يعني انا مسع سيبي مثال عندي الف ميل في السي. خلاص? احنا قلنا انا بيتخزن في السي. هعمل في الدي او مجلد في الدي واخد الالف دول احركهم من هنا الهنا. خلاص? كويس اوي ما عنديش اي مشكلة. الكلام ده بيتم بشكل او شكل يدوي. خلاص? انا ليه انا ليه اساسا اخلي الميلات اساسا تنزل في السي. تخيل انت عندك عشر مستخدمين وكل واحد فيهم عنده ايميل. الايميلات كلها بتتحط في السي. طبعا هتلاقي المساحة عندك اتملت والسيستم بيقول جاي. لان لما المساحة بتاعة البرتشن السي بتبقى قل من عشرين في المية اداء الجهاز بيبطأ. واحنا عارفين طبعا كمان بتاخد من البرتشن السي بتاخد حتى من البرتشن السي تعملها وتكلمنا على قبل كده. فزي ما بنقول دايما احرص على ان السي يكون فيها عشرين في المية فاضية. طيب واحد يقول لي اعمل ايه? انا مش عايزة اخلي الميلات تتخزن في السي. اقول لك على طريقة معينة في رجستري لما تيجي تعمل تسطب الايميل على الاوتلوك اوتوماتيك الميلات بدل ما تتحط في السي هتتحط في الدي. الميلات دي لايه يا جماعة الامبوكس او اه الوارد زي ما بنقول. انا مش عايز الوارد بتاع الحساب اه الايميل او البريد الالكتروني بتاع الشخص ده يتحط في السي. عايزين الميلات كلها تتخزن في الدي. هنعمل حركة زي دي. دلوقتي حالا في رجستري اوتوماتيك لما تيجي تسطب ايميل على الاوتلوك ياخد الوارد او ياخد الامبوكس يحطه فين? في الدي. طيب. هنعمل الكلام ده عن طريقي. خلاص? طيب. هنعمل الكلام ده زي خلينا اقول لكم. هنجي بس دي رقم تلاتين. مسلا نعمل كده يا تلاتين مسلا ساعان يا جماعة? تلاتين ستة وتلاتين بصوا هنجي هنا ها كده بصوا يا جماعة ستة وتلاتين ستة وتلاتين ستة وتلاتين بصوا اخوانا هنقول على كام? بصوا بقي جماعة في نقطة انا هاسايف ها PUED دي هعمل اسمه اك تشينج خلاص وخزن في جوه. خلاص يرس انا نجي عندنا الرجاج بحد ستةKim서도 ستة وتلاتين خلدي اجي كده مسلا كمان نكمل معلش يا جماعة ده مشيها كده ستة وتلاتين بصوا هنعمل كده بصوا يا جماعة خلاص هنيجي كده بصوا بقى هي دي الخطوة بقى هنعمل ايه هنخش نقول له لو سمحت عايزك تخزن في فولدر اسمه في الدي طبعا قابليها لازم نروح اديه ونعمل او المجرد الاسم دي سهلة خلاص هنفتح خلاص كده بصوا بقى معي هنعمل ايه هنفتح الرن بصوا هنقول له وهقول له ياس تمام وبعدين بصوا بقى هنروح فين هنروح في حتة اسمها هتفتح كارنت يوزر سوفتوير مايكروسوفت ستاشر صفر دوت صفر اوتلوك تمام في الحتة دي وتعمل وتعمل كي كي او ايه تمام هقاريكو ازاي نعملو دلوقتي انا هزبرو معايا شوية انا هدلتو قصلا يعني انا دلوقتي هشيلو خلاص وقاريكو انا عملتو ازاي انما هتكاريت الكي ده اول ما تكاريت السطر ده كده خلاص اي ميل بعد كده هيتعمل على الاوتلوك هيتتخزن اي ميل او اي حساب هيتعمل على الاوتلوك هتتخزن الميلات بتاعته في دي خلينا نشوف هنعمل ازاي هنعمل اهو هنروح على اوتلوك قوله راتكليك نيو ايه سترينج ايه مش عارف ايه ونعمل نسميه خلاص طيب فين بقى هنخزن الميلات دي فين شايفين في دي خلاص فيه اسم انا كاريتو خلاص هقوله لو سمحت كل بتاع حطه فين حطه في ودي هتوفر عليك مساحة كبيرة جدا خلاص اهو هنقول له كده لو سمحت خزنه فين في اي ميل هيتعمل هيتخزن هناك خلاص بقى احتاج بقى بعد كده عايز بقى ايه اه تفضي تعمل المهم خلينا نشوف بقى تجربة عملية للكلام ده انا هعمل ميل على الاوتلوك يعني بس خلينا كده اهو انا دلوقتي عملت ايه عملت ميل خلاص على الاوتلوك بتاع مايكروسوفت خلاص كاريت ميل عملت ميل عادي خلينا بس نرجع انا وريكو كده انا عملتوا ازاي نمشي حاجة بسيطة كده نمشي كمان كده اهو هجي فين نمشي حاجة كمان اهو بصوا نجي همشي كده كمان اهو بصوا هجي دلوقتي اهو عايز احط عايز عايز اكاريت او عايز اصطب ايميل على الاوتلوك خلاص اروح داخل اقول له ااد اكاونت هكتب له الاكاونت بتاعي وحط خلاص كده ويبتدي اهو بقى ينزل الميلات هينزلها فين الانبوكس بتاعي هينزله فين او الوارد بتاعي هينزله فين هل هينزله في السي ولا هينزله في دي خلينا نشوف خلاص هنكتب خلاص وهو بعد كده هيروح بقى يبص انت الميلز بتاعتك فين في الاوتلوك وينزله خلاص واخدوا بقى لكم جماعة وفي نقطة اه الميلز النزلة دي خلاص بتبقى نسخة بيبقى خلاص نسخة من الميلات نسخة خلاص يعني انت دلوقتي عندك نسخة على الجهاز ده ونسخة تقدر تشوفها من اي حتة في العالم او نسخة تقدر تشوفها على الويب او الانترنت ونسخة تشوفها على الجهاز ده خلاص هو هنا طبعا بيحتاج الباسور بتاعتي بتاعة الايميل خلاص نقول له ساين ان كده خلاص نشوف بقى هيخزن الميلات فين خلينا واريكو برضو الراجل هيخزن الميل ده فين يعني بصوا دلوقتي خلاص اهو راجل بتدى تشتغل معي ممكن بقى هقول لكم على حاجة يعني دلوقتي شوفوا الراجل دلوقتي راح كلم سيربر بتاع مايكروسوفت ودخل على الميل سيربر بتاع مايكروسوفت ويروح يجيب الميل بتاعي بصوا بقى انت ممكن هنا تقول له يعني تقول له ايه انا عايز الميل بتاع كريم او الوارد بتاع الميل بتاع كريم او الوارد بتاع البريد الشخصي بتاع كريم ينزل في دي ممكن تعمل دي او يدوي عن طريق بس احنا مش عايزين نعمل كده انا عايزين نعمل عملية دي خلاص فعملنا اللي احنا عملنا من شوية خلينا نشوف هيخزن الميلاد فين لأ قلنا له تعالوا نشوف هيخزن الميلاد فين هل هيخزنها في السي ولا هيخزنها في ودي على فكرة هتوفر لك برضو مساحة كبيرة جدا لانه اغلبنا ما بياخدش باله على انه بيخزن في السي فانا مش عايز كده لو جيت فتحت خلينا نشوف الرجل هيخزن الميلاد دي فين خلاص دي هتوفر لك مساحة كبيرة جدا 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 هي وحيطة ان انا اخد اه الفولدرات او مجلدات المستخدم اللي هي اخدها برضو من السي اللي دي دي هتوفر لك مساحة كبيرة جدا في السي ده بالاضافة ان احنا كمان هنستعمل سكريبتي ان اتضاف لنا كمان السي كل فترة وفترة هيوفر لك مساحة كبيرة جدا خلاص طيب خلينا نشوف برضو الميل هينزل فين خلاص هنلاحز ان اول حاجة بقولك ايه ازبور عشان انا باخد نسخة من ميلاتك اللي على السيرفر بتاع مايكروسوفت او الميل سرور بطا مايكروسوفت باخد منها نسخة ونزلها لك عجاز خلاص يعني الراجل ما بينزلكش ما بياخدش الميلز من السيرفر يقطعها وينزلها عندك لأ وبياخد نسخة منها ويبقى عندك نسخة من ميلات على السيرفروا مايكروسوفت ونسخة عندك اجهز خلاص طيب خلينا نشوف ايه اللي هيجره اهو شايفين الامبوكس يا جماعة الامبوكس والسينت ايتمز لايه امبوكس دي الوارد الحاجات اللي انا بعتها الحاجات دي كلها الميلاد دي كلها بتتخزن فين مفروض اها بتتخزن فين في الدي هتتخزن في الدي بدل السي بصوا بقى هنعرفها من اين من في حتة اسمها اوتلوك داتا فايلز ده نرجع تاني كده اهو سواني اهو مش فولدر ما عليش يا جماعة اياديش هنروح في general هنروح في general advanced خلاص وبعدين روح في advanced التاني وبعدين outlook data فايل هنعرف بقى هنا الميلاد دي بتتخزن فين خلاص هلها هتتتخزن في الSi ولا في الدي الطبيعي انها بتتخزن في السي بس بعد الرجستر كيلنا عمنا مفروض انها تتخزن في الدي بصوا بقى هنيجي فين تعالو كده فين اهو في الدي اكتشنج كده سايفو فين في الدي اكتشنج كده انا ضمنت انه الميلاد كلها تخيل بقى ان انت عندك في الوارد الف مسلا فاتخنوا كل ده موجود في السي طبعا مساحة كبيرة طيب خلاص كده احنا ايه دي برضو تركاية هتوفر لك مساحة خلاص طيب في حاجة كمان برضو عايزين نعملها وكانت موجودة في الويندوز سبن والأكس بي وللأسف لاغوها في الويندوز تاني فانا مش عارف لاغوها ليه رغب انها كانت مفيدة جدا 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 المهم خلينا اقول لكم ايه الخطوة دي عشان دي خطوة مهمة جدا 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 ايه الخطوة دي بقى بصوا بقى سيتي افتكروا زمان ان احنا كنا بنعمل ايه كانت زمان ايام الويندوز اكس بي ولويندوز سبن لما تيجي تشغل الجهاز وتلاقي الويندوز ما بتقومش معك تيجي مسلا ندوس زرار الباور بعدين تيجي تلاقي مسلا ان الويندوز ما بتدخلش سواء الويندوز اكس بي او الويندوز سبن كنا بنعمل ايه احنا كايتي زمان ندوز زرار الباور الويندوز مش داخلة اروح دايززرار اف سيبن حاجة اسماها اف سيبن. يروح افزفن ده عامة ايه? مطلع اللي لسته كده فيها كذا اختيار خلاص. الاختيارات دي اسمها خلاص? اختار الاختيار اسمه سيف مود ده يدخلني على اداة تساعدني ان انا صلح الويندوز خلاص خلينا نقول انه اداة تساعد ان انا صلح لو بايزة خلاص كده طيب. يعني انا دلوقتي الويندوز اكس بي مش داخل ولا الويندوز سيفن داخل اروح دفع اروح فتح الجهاز خليكم معاي سوانا يا جماعة خليكم معاي دي اقا واحدة نكمل يا جماعة فبنقول ان احنا من ايام الويندوز اكس بي وليندوز سيفن لما بتحصل مشكلة في الويندوز عشان اقدر عالجها بروح دايززررول باور واروح دايز اف سبعة يروح جايب لي حاجة اسمها سيف مود دي اداة بس تعملها عشان اصلح الويندوز خلاص? دي كانت موجودة في الويندوز اكس بي والموجودة في الويندوز سبن. في الويندوز تن لغو ده. ما بقاش تعرف تدوس اف سبعة عشان تجيب اداة بس غيره طريقتها. ازاي بقى? ان انت عشان تجيب ده لازم تخش الويندوز الاول. طب ازاي? حاجة برضو غريبة من العاجات اللي غريبة جدا ان المايكروسوفت عاملها. يعني انا دلوقتي مش عرف ادخل الويندوز. خلاص كده? آآ فبجيب ده من قبل ما ادخل الويندوز انا بدوس زرار الباور. ما دخلتش معي ويندوز خلاص شاشة سوداء. بدوس اف سبعة بيطلع عليه الاداة اسمها سيف مود. وبخش عليه. طبيعي. مش عارف ادخل الويندوز بس عرف ادخل على السيف مود او عرف ادخل على الاداة دي بالطريقة اللي انا قلت عليها. مايكروسوفت خلت السيف مود تدخل عليه. عن طريق انت بتخش الويندوز الاول. تمام? وبعدين تقول له دخلني في السيف مود. حاجة غريبة جدا يعني. المهم احنا عايزين نعمل طريقة ان احنا نرجع بتاع الاف سبعة ده. طبعا احنا مش عارف نرجعه بنفس الطريقة. يعني او مش هدوس مسلا لو الويندوز تين شغالة ودست مسلا اف سبعة هيجيب للسيف مود. لا هنعملها بطريقة تانية. طب واحد يقول لي آآ انت قلت لي مسلا دلوقتي ان انا عشان اخش السيف مود في الويندوز تن لازم اخش الاول على الويندوز عادي وبعدين اقول له دخلني على السيف مود. طيب وفي طريقة تانية تجيب الويندوز تان وتقوم بها وتقول له دخلني على السيف مود. اتمنى الحاجة اسمها انا مش عايز لالسطوانة ولا عايز اللي هو الابشن اللي قلنا عليه ده. انا عايز اول مفتح الجهاز وادوس زرور الباور. يجيب لي اختيارات. يقول لي عايز تخش اداة السيف مود ولا عايز تخش الويندوز عادي. خلاص? طيب افتر لطول مسلا عايز اخش الويندوز عادي. وما نجحتش. خلاص اعمل والمرة الجاية بدل ما اقول له دخل لي الويندوز عادي دخلني على السيف مود. خلاص? هنعمل الكلام ده برضو عن طريق اداة معينة او هنلعب شوية في حاجة اسمها آآ البوت اوبشنز. هنلعب فيها وهو هريكو ازاي الاوبشن ده هيظهر. خلاص? او هريكو ازاي الطريقة دي هتظهر. انا هو لها لكم عملي ازاي ده كلام هيظهر. طيب. آآ فيه بس يعني هتبقى فيه مشكلة. احنا دلوقتي بعد ما نعمل الكلام ده تخيل معي ان انا دلوقتي دوسط على زرور الباور. الويندوز اليفن هيبتدي يحمل. قبل ما يخش الويندوز اليفن هيطلع على لستة عايز تعمل ايه? عايز تخش الويندوز اليفن عادي ولا عايز تخش على الويندوز اليفن سيف مود ولا عايز تعمل ايه? الكلام ده هيبقى متاح لكل المستخدمين سواء الاي تي او غير الاي تي. خلاص? واحد يقول لي مثلا ايه? ايه? واحد يقول لي مثلا الله. طب ممكن مستخدم بتاعي يغلط ويخش على السيف مود. ما تقلقش. هو الطبيعي. طبيعي. انحنا بنعمل ده انه هو لو انت سيبته من غير اي اختيارات يعني لو ما اخترتش حاجة هيدخل على الويندوز عادي. خلاص? بس ايه المصيبة بقى في الموضوع مش قوي يعني انه ممكن اليوزر يلعب في دماغه يستكشف بقية التانية. غالبا حتى لو دخل عليه مش هارف يعمل حاجة. لانه لازم يبقى كلمة مستخدم او معاها حاجة قوية او اسم مستخدم قوي عشان يقدر يغير حاجة في الجهاز. المهم خلينا نشوف هنعمل موضوع ده رجعه تاني ازاي? مبدئيا هنكتب او هنكتب تلات اوامر. خلاص? التلات اوامر دور. هعمل بالامر الاولاني هكاريت حاجة اسمها سطر اسمه مش هعمل حاجة اسمها هعمل كلمة اسمها يعني ده هيعمل كلمة هيسمي كلمة اسمها وهيعمل هيسمي كلمة تانية اسمها وهيعمل حاجة تالتة اسمها طيب بيدخلك على اداة دي اداة كده بتخليك تعالج خلاص? وما فيهاش انترنت يعني الادة دي ما تتطلقش انترنت خلاص? والادة دي فيها وجهة رسومية تقدر ان انت هتشتغل عادي خلاص كده? في حاجة تانية اسمها اسمها يعني ايه? يدخل لك على اداة دي بس مش بوجهة رسومية باوامر خلاص? في حاجة اسمها بوجهة رسومية وفي انترنت خلاص? طيب اول سطر هعمله هقوله لو سمحت اعمل لي حاجة او اكتب لي او كريت لي كلمة اسمها خلاص خليكم معي في الحكاية دي خلاص كاريت لي كلمة اسمها او عمل لي خيار في اسمه خلاص خدوا بالكم انا بكارية كلمة مش بكارية سيف مود انا بكاريتش الاداة انا بعملش السيف مود انا بقول له بس عملي كلمة وسميها خلاص خليكم معي وهم راح تاني اسمها سيف مود وز كوماند برومبت يعني اعمل لي كلمة الكلمة دي اسمها سيف مود وز كوماند برومبت يعني ايه الكلمة دي يعني يدخلني على اداة السيف مود آآ اللي هي تعالج الويندوز بس الادة دي ما فيهاش وجهة رسومية على المهم يا جماعة واحدة واحدة معي كده وهتشوف انا قصد ايه خلاص كده خليكم معي خلاص طيب ممتاز خلاص كده وهنزود حاجة كمان يعني اللي اتنين اللي فوق دول هيخليك تعالج الويندوز بس مش هتدعرف تدخل الانترنت التالت هيخليك تدخل الانترنت تعالج وتدخل الانترنت افرد مسلا حبيت تعالج الويندوز بس عايز تنازل حاجة من الانترنت تعالج بها الويندوز دي ممكن خلاص طيب خلينا نشوف برضو بعد ما نعمل التلات كلمات دول ايه اللي هنعمله تاني خليكم معي سواني وهوريكم كده عملنا تلات كلمات. فتحنا وكتبنا وكتبنا تلات اوامر دول. خلاص. نفتح بقى تاني خلاص. خليكم معايي. نفتح وندوس حاجة اسمها خدوا بالكم من اللي هيحصل. وهروح في حاجة اسمها سوري حاجة اسمها بوت مش خلاص. طيب اللي هي الحتة دي. اللي هيجرى بقى بصه لو رحت في حتة البوت دي. لما اجي اوم ادوس على زرار الباور يعني لوقتي اقفل الجهاز وجيت فتحت الباور. تمام? قبل ما يحمل الويندوز هيطلع لي لستة فيها دول. اخش على الويندوز عادي ولا اخش على سيف مود ولا سيف مود ولا سيف مود ولا سيف مود ولا من غير ما تدوس اف سابعة. خلاص? خلاص? التلاتة دول حاليا كده دول كلام. دول كلام. يعني لو دست يعني لو دلوقتي انا كده رحت عمل وجيت دست على اي واحد من دول مش هيعمل لي اي حاجة. لازم اقول له السيف مود واختار حاجة من تحت. دي بقى فعلا اللي هتدخني على السيف مود. يعني لو دست سيف مود. وقلت له مينمل هيدخني على السيف مود الاداة اللي انا عايزة. السيف مود وز كوماند برومبت هقول له alternative shell. بمعنى كده هيدخني على السيف مود وز كوماند برومبت. والتالتة دي لما دوس عليه هقول له نتورك يبقى هدخني فعلا على السيف مود وز نتورك. يعني دي اعتبرها اوبشنات يعني تبير ان ده كلام وهيتربط. بالفعل بقى. هيتربط بالبنمج نفسه. هيتربط بالادa. يعني اعتبر ان دي كلمة اسمها سيف مود. هتربط بالاداة اسماها سيف مود. عن طريق الابشن اسمه ومينمال وده مسلا جيد. دي كلمة هتربط بال بالاداة اسماها سيف مود ز jetzt كوماند البubs اللي هي حاجة اسماها alternative share. خلاص? وسيف مود . ده عبارة عن كلمة هتربط بالاداة اسماها السيف مود بوس نتورك اللي هي عن طريق اسمها نتورك. خلاص كده? وهوريكو برضو بالزبط شكل الكلام ده كله ايه? انا جيت دلوقتي اهو هقف كده هقول له سيف بوت واقول له خلاص كده? تمام ادي اول اختيار. ماشي? نقف عالتانية. ونعلم برضو. لاحظوا انها بترجع تانية تتعدل هي. نقول له سيف موند. ونقول له alternative shell. خرقتوا بالكو في الترتيب. خلاص? ونيجي من النات ونقول له اديني الناتورك. اللي مش فهم الكلام ده يا جماعة اصبره معي هوريها لكو هجربها عملي. خلاص? ودوس على ده. ده. يعني ايه يعني خليها ده ايه? خلي التغيير ده يزبط معي على طول. يعني ما عملش ويختفي. يعني نفضل معي على طول. خلاص? هو بحتاج يعمل هوريكو بقى التلاتة دول شكلهم ايه? وواحد واحد بيعمل ايه? اللي مش فهم انا بعمل ايه? يصبر معي شوية. وهوريكو انا قصد ايه? خلاص? دلوقتي هنعمل ستارت للجهاز وهوريكو. بصوا بقى جمع هنا في ايه? خلينا اقول حاجة. دلوقتي في اربع اختيارات خلاص? طب نفترض نفترض ان شاشة الاختيارات جات وانا ما اخترتش حاجة. هيعمل ايه? هيروح دخل على الويندوز على طول. لا هيخش على مش يعني مش هيخش على التلاتة دول. هو معروف ان عشان تخش لو انا قدام اربع اختيارات. وما اخترتش في خلال تلاتين ثانية هيخش على الويندوز عادي. خلاص? دي النقطة لها من اكلفة. خلينا نشوف القصة هتم ازاي? نعمل اهو. ونشوف ايه اللي هيجرى. اللي هيجرى قدامي شكل ايه? خلاص? عيب الموضوع ده انه هيبقى اليوزر العادي المينيو دي ظهر له. خلاص? بس في خلال تلاتين ثانية يعني لو 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 فضل تلاتين ثانية هتختفي من وصاله. ممكن تقللها بس خد بالك لو قللتها انت كده لازم تعمل حسابك انها تعرف توصل لها. خلاص كده هنعمل ونشوف المينيو دي شكلها ايه. خلاص عملنا دلوقتي. نشوف الدنيا هتمشي ازاي? ماشي? هيعمل بصوا لحد دلوقتي العملية طبيعي جدا مفيش ايهاج. قادي اللوجو بتاع الويندوز عادي خلص. بس مش هيدخل على الويندوز على طول. هيطلع لك لستة وهنشوف دلات الليستة دي شكلها ايه. وهنجربها واحدة واحدة هنختار واحد ونشوف الرجل ده هيوديني فين. خلاص? يعني يا جماعة لكم حاجة بيخليك تعالج مشاكل الويندوز او لو تعالج الويندوز لما بتدخلش ولو عندك كمان ساعة ده مفيد. ان ان انت برضو تعالج بيه فيروس او تشيل بيه فيروس. ماشي? يعني من ضمن الحاجات اللي بيقولوها لما يجينا فيروس. يقول لك ادخل في الويندوز في السيف مود وشيل الفيروس. خلاص كده? لان السيف مود بفيهوش نت. السيف مود بفيهوش نت. فالفيروس مش هعرف يطلع يكلم حد لو مسلا تروجان او حاجة اداة هاك مسلا انه يهاك عجاز مش هيعرف الهاكر يعرف ان هو ايه? يخش عجاز لان الانترنت بتبقى مقطوعه في السيف مود. فده من ضمن الحاجات. بصوا بقى اللي حصل. هنا هو احنا شايفين ايه بصوا? بقى عندي ايه? ويندوز اليفن. وسيف مود وسيف مود كوماند برومبت وسيف مود وز ناتورك. لو انا ما اخترتش اي حاجة من دول هيخش على الويندوز اليفن عو طول. خلاص? اوتوماتيك. بغير انا ما اختار. في خلال تلاتين سنية. انما لو انا رحت مختار زي ما انتم شايفين كده رحت نازل وحبي طاقة فاختار. براحتي بقى كده. هختار مسلا سيف مود خلي نشوف ده شكله ايه? خلاص? خلي نشوف ده شكله ايه? ونبص عليه. هيدخلك على الاداء لسمها دي اداة. طب شكل الاداء دي ايه? هي شبه الويندوز بالزبط كانتك داخل ويندوز بس ويندوز مختلف شوية. يعني الاداء دي شبه الويندوز الحقيقية بس مختلفة شكلها غريب. او بتاعت الويندوز دي شكلها غريب شوية. مش حلو. هنبصوا دلوقتي. بص ما دص سيف مود راح تدايس عليه راح عمل ماشي? لما هيعمل هيروح مدخل لك عال سيف مود. بصوا بقى دلوقتي شكل سيف مود دي شكلها ايه? شكلها غريب كده. خلاص? لو مش هنا قدام شوية. خلينا نكمل كده. خليش يا جماعة على كل الحاجات دي بتاعة التليبرام. بصوا بقى دلوقتي شكل الويندوز دي شكلها ايه? او شكل الادة دي شكلها ايه? خلاص? ما ليش يا جماعة بوزت? الله هي دي الادة انت بتتكلم على عامة كريم هو ده ده شكله عامل زي الويندوز العادي بالزبط. نفس الشكل حتى. لأ. مختلف. حواليكم ازاي? انا الويندوز بتاعتي فيها خلفية صح? وانت بتاعتي فيها خلفية كده عاملة زي واردة لون هزرق صح? لو جد دخلت دلوقتي اللي هيجرى. بصوا بقى دمعت معي. اولا هدخل الخلفية سودة. خلاص? الخلفية سودة. وهتلاقي فوق كتب في الطرف اليمين خالص الطرف الفؤاني على اليمين من الشاشة كتب سيف مود. وهتلاقي ما فيش انترنت. ده الفرق ما بين الويندوز العادية والسيف مود. خلاص خلينا بس لو مش هنا شوية كده هوريكم برضو شكلها ايه? يعني بصوا لو مش هنا كده. ماشي دوسنا كده مسلا بصوا بقى. شايفين? هو كاتب تحت سيف مود اهو. خلاص? وما فيش انترنت. خلاص? وكاتب شوية التفاصيل كده. خلاص? وما فيش انترنت. اول حاجة طالعا فيش انترنت. وسيف مود. خلاص كده انا ايه مش داخل الانترنت. وما فيش هو في السيف مود. اه دي اول واحد. خلينا نجرب الاختيار اللي بعده. حاجة اسمها سيف مود وخدوا بالكو دي واجهة رسومية. يعني فيه رسومات وفيه كليكات. السيف مود مفيش بقى الكلام ده كله. هتخش اه على سيف مود بس ما فيش ويندوز في شاشة سودة فيها اوامر. خلاص? حواريكم دي شكلها ازاي برضو. خلاص? ودي اول اللي فاتت ما فيهاش انترنت. خلاص? خلينا نشوف برضو. وانه لو سيف مود كوماند برومبت ننزل تحت. خلاص? ودوس انتر. ببقى بتدوس انتر بيعمل ريستارت. وبيرجع تاني. يخش على السيف مود. يعني هو ما بيخشش على طول لازم يعمل ريستارت الاولى. تمام? برضو. لحظوا ان هو ايه انا قتلكم مفيش وجهة رسومية. خلاص? لأ بصوا كويس. هو بيديك بس ايه اليوزر نيمو الباسورد في وجهة رسومية. لو دست انتر مش هيدخني على سطح المكتب بقى ويبقى شاشة سودة زي ما حصل قبل كده. لأ هيدخني على شاشة سودة فاعلان. هيفتح لي كوماند برومبت. بصوا دلوقتي معي وهتفهمه انا بقول ايه? مفروض ان هيدخل دلوقتي على سطح المكتب. صع? مش هيحصل. اللي هيحصل كالقاتي. ان اول ما اقول له يروح داخل هتتفتح شاشة سودة. بصوا كده دلوقتي انا قصد ايه? طبعا هتاخد لها وقت شوية. ايه بقى اللي جارة? بصوا بقى معي. بصوا كويس قوي. ايه اللي حصل? مفيش اي سطح مكتب ولا حاجة. شاشة سودة وفيها اوامر. تمام? عايز اقول له طبعا انا هنا مش عارف عامل طبعا لان ما فيش قدامي وبعدين او مفيش. فاضطرت عامل من اللي برا هنا. في في موير. ما اقوله هيعمل خلاص? طيب نيجي بقى الاخير اللي هو ده بقى هيدخل لك على وجهها رسومية وفي انترنت. خلاص? فده مفيد لو انت عايز مسلا ان انت تدخل حد من برا يعالج لك الويندوز. انت مسلا مش عارفت عالجها. خلاص? فعايز تدخل حد من برا يعالجها. فانت محتاج انترنت. هتخش على اللي هو ده. خلاص? هنخش على ده ودوس انتر. هيجيبك على ويندوز برضو. بواجهة رسومية. وفيه المرة دي انترنت. وهنتأكد الكلام ده دلوقتي. هتاخد وقت شوية طبعا يا جماعة لو انا عندي جهاز اسرع شوية الموضوع ده هيختلف تماما يعني. ولو عندي هاردسك مختلف او يعني اه قرص مختلف كان الموضوع اختلف تماما. هنخش بقى بال بالباسورد تماما. اللاحز ان هو كاتب هنا برضو. بس بصوا بقى لما افتح صفحة انترنت. هدخل الانترنت. هفتح مسلا هوا اه 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 اسمه ايه ده اه دي كان قبل كده بيقول لي مفيش انترنت. خلاص? لو كتبت اي حاجة دلوقتي هيدخلني انترنت. ودي حتة دي مفيدة لما كنا انا عايز ادخل الانترنت. اه ومش عارف ادخل ويندوز. انا عايز ادخل حد من برا على الويندوز والويندوز واقع. خلاص كده? او مش عارف ادخل عليه. خلاص? فهنا بقى عشان اتأكد بقى ان انا داخل فعلا الانترنت. هخش اقول له يعني روح شوف لي ياهو اعرف اشتغل عليه عشان اشوف انا واخد اي بي ولا مش اخد اي بي. طبعا انا ما طالع انترنت زي ما انتم شايفين اكيد واخد اي بي. بس بقى اكد يعني. خلاص? بيجيب لك اذا واخد اي بي والاي بي ده ايه? وبعدين اقول له ياهو. ده انا اقول له لو سمحت روح كلم ياهو. ازا رد علي يبقى انا طالع انترنت لو ما ردش علي يبقى انا مش طالع انترنت. رد علي الراجل ربلاي ورد علي يبقى انا كده راجل طالع انترنت. كده يا جماعة عملنا الاربعة. ولو تلاحظوا ان الحاجات دي ظهرت من غير اف سبعة. خلاص كده? مش محتاجين اف سبعة. خلاص? هي بس مشكلتها انه زي ما بنقول انها هتبقى متاحة للناس كلها. مش بتاع. بيقولوا ان آآ مايكروسوفت شالت اف سبعة ده عشان تسرع من دخول الويندوز. خلاص? ده هي ده اللي بتقوله يعني. انا ما عايش طبعا ما انت بتسرع بس في نفس الوقت هنعرف اخش على السيف مود. وإلا مش هعرف ادخل على السيف مود. تمام? دوسنا شوفنا دوس على ويندوز الابن دلوقتي هيدخلني على الويندوز الابن. فطبعا شايفوا يا جماعة احنا احنا عملنا كام حاجة النهاردة في اتنين او تريكتين ازا ان احنا نوفر مساحة على السي اللي على النظام. ان كل ما كان فيه مساحة على السي فاضية على اقل عشرين في المية ده هيخلي النظام اسرع. وعملنا تاني ان احنا نخلي شكل سهلة ومختصرات البرامج اللي الراجل بيستعملها او المستخدم بيستعملها تبقى زهرة قدامه ومتاحة ليه? خلاص? وعملنا بتاع السيف مود لرقم اربعة. فكزا حاجة شغالين معاك. كده عندك كزا اكتر من حاجة تساعدك على انه الويندوز اليفن تكون سهلة ومريحة للمستخدم. على فكرة يا جماعة اي سيستم جديد لازم دايما تلاقي مقاومة من المستخدمين ليه? تلاقي يقول لك لا لا يا عمب. ده صعب. ده مكالكع. ده مش عارف ايه. فوظفتك انت كراجل الاي تين ان انت تحاول ان انت تشرح لهم النظام ده وتسهلها عليهم. بان انت تخليه شوية قريب من الويندوز سيفن يعني حاجات كده معانا تخلي الناس لموضوع سهل يتقبلوه. خلاص كده? وتشرح لهم طبعا اكيد. خلاص? فاي دي مسلا اه كنا مسلا عايزة انا اعمل ايه? مسلا هنا شايفين التوقيت آآ تلاتاشر دي. ده النزام اربعة وشرين ساعة. تلاتاشر دي يعني الساعة واحدة. انا مش عايزة تلاتاشر عايزة تظهر ايه? عايزة تظهر الساعة واحدة يعني اكتب زيله واحد. فهغير النزام من بدل اربعة وشرين ساعة. هغيره ليه? الاتناشر ساعة. خلاص? هخش اقول له. بدل اتش اتش كابيتل اتش اتش خليكم معي وهوريكم لما اغير ده. اللي هيجرى للتاريخ تحت او هيظهر للساعة تحت. خلاص كده? لو فتحنا دلوقتي خلاص? وغيرنا التاريخ او غيرنا غيرنا التوقيت من اربعة وشرين ساعة لاتناشر ساعة. بصوا هنفتح دلوقتي فين الوديتان تايم. هنخليه لو سمحت انا عايزة خليه بدل اربعة وشرين ساعة اتناشر ساعة. ونتأكد طبعا ان التاريخ او التوقيت ده توقيت القاهرة. خدوا بالكم انا مغيرتش التوقيت. ده توقيت كندا. لازم اخش ان انا اقول له توقيت القاهرة. خلاص? طايم بدل اتش اتش دي اتش اتش كابيتل دي يعني ده نزام اربعة ساعة. لو كتبت اتش اتش سمول ده ده نزام الاتناشر ساعة. وقتلاقيه مكتوب تحت. خلاص? طيب. عملنا دي. نخش بقى نزبط في التوقيت. توقيت القاهرة. لان التوقيت المزبوط عليه المكان دي ده توقيت كندا. مش توقيت القاهرة. خلاص? لو فتحنا بس طبعا قبلها لازم نفتح تاني التاريخ. لان ده توقيت ده توقيت كندا مش توقيت القاهرة. خلاص? طبعا ممكن نعمل الكلام ده عن طريق جروب بولسي. فيش مشكلة خلاص. خلاص? طبعا نسيبكم من الفيتشرز انا عايز بس بتأكد ان النيت فريم بيبقى نازل. ده برضو مش مش موضوعنا اوي يعني في القصة. مش محتاجين اوي نعرفها. هنخش على الكنترول خلاص. برضو نمشي كده نكمل تمامي زيادة. ان اكمل برضو ماناش دعوة. برضو نمشي حاجة بسيطة كده. هنفتح الكنترول ماشي. معلش يا جماعة ثانية واحدة كده بس. قابليها برضو في حاجة معنا نسيت اعملها. اولا عايز اني فيه معين نسيت افتحه. اللي هو ان انا دخل ناس على المكناة دي من بره. حاجة اسمها ريموت كوناكشن. فعملها تكليك وبعدين حاجة اسمها ريموت. ريموت ده انا بقول له لو سمحت انا عايز ان المكناة دي تقدر ناس تخش عليها من بره. خلاص? عن طريق مسلا حاجة زي حاجة زي آآ ده برنامج خلاص كده? طيب. اي حد يقدر يخش على المكناة دي من بره? لأ لازم يكون من جوة الشبكة. يعني ايه مسلا? انا جوة دومين. خلاص كده? انا جوة دومين. مش هسمح لحد يخش على المكناة دي. جوة دومين الا لما يكون واحد من المستخدمين اللي جوة دومين. يعني فاش مسلا كريم مسلا اه في شركة تانية ومش في الدومين بتاعي. ما يفعش انه خليه خش على المكناة بتاعتي من بره. لازم يكون من شبكتي ومن الدومين بتاعي. هي ده يعني لازم يكون اليوزر ده من جوة شبكتي دي. هم جوة دومين بتاعي. وانا كمان بحدده بالاسم. خلاص? دي حاجة. هنفعل ده. في تاني اسمه ده بقى بيدخل كل من هب ودب. خلاص? يعني اللي تحت لازم يكون واحد من المستخدمين اللي موجودين في الدومين بتاعي. انما اللي فوق ده اي حد من اي حد. فده غلط جدا. هنقفل ده ونسيب ده. خلاص? طيب خلينا نكمل ونشوف. هنقفل دي انا عايز احدد مين اللي هيدخل على الجهاز ده? من الناس اللي عندي في الشبكة? يدخل على الجهاز ده. خلاص? طيب واحد يقول لي يعني معنى كده ان انا مش عارف اخش على الجهاز ده وانا برا الدومين اه مش هينفع. اللي هزا داخل طب. خلاص? او لو انت مسلا مع مسلا خلاص? طيب يعني احنا كده دلوقتي الدنيا ماشية تمام? طبعا عايزين نبقى طبعا نعمل او التحديثيات عشان ده برضو مهم خلاص? مفروض بعد كده انا عايز بس اغير التاريخ اتأكد انه اه مش التاريخ عايز اغير التوقيت اتأكد ان ده توقيت آآ مصر مش توقيت كندا. يعني هنعمل كده اهو. هنروح على كنترول بانل. نسيت برضو انا اجينا عال كنترول بانل وغير التوقيت. يعني لو مش هنا كده شوية. مش تعبو ديفيس مانجر اوي. هنيجي بص اهو هنيجي في التوقيت اهو. هنفتح الترول بانل. خلاص? ونغير بتاريخ. ونقول له بدلا ما يبقى كندا والولايات المتحدة يبقى مصر. خلاص? وبعد كده هياخد حاجة سناب شوت. هاخد من الماكناة كلها عشان كل اللي انا عملته دميترش. هاخد منها كلها. خلاص? هقول له خد لي من الماكناة الوهمية دي. انطري حاجة اسمها سناب شوت. كنا اتكلمنا عليها قبل كده. طبعا اللحظة ان هو هنا ايه بعد ان غيرت القاهرة? هو هنا بيقول ان الساعة عشرة بالليل. هو فعليا دلوقتي الساعة واحدة الضهر. مش الساعة عشرة بالليل. ففي برضو في فكرة كده في التاريخ مش مزبوطة. المهم. كل ده مهم لان ده هيتاخد منها نسخة هتطبع على الناس كلها. ايه 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 يا جماعة دلوقتي هناخد آآ سناب شوت يعني عشان بعد كده آآ يعني كل ده ما يطرش وبعد كده كمان هنعمل بقى الفيديو اللي جاي ان شاء الله شوية تعديلات برضو اكتر في الويندوز باستعمال برامج التويكرز اللي كلمت عليها قبل كده زي ام اس ام جي او آآ بس طبعا عشان ام اس ام جي هنستعمل اللي هو الويندوز كلاب تويكر والوين ايرو تويكر. فخلينا نشوف هنعمل سناب شوت ازاي هنروح راحين راحين هنا في ام. ولله سمحت عايزين ناخد سناب شوت. تمام? وطبع لازم نتأكد ان كل تعريفات الجهاز ده سليمة. شغالة. تمام كده? في يعني كده تمام هعمل بس هنا آآ الماونت اللي ستوانة. خلاص هنروح هنا نقول له في ام طبعا نعمل شاتداون عادي خلص. وممكن تاخد هنا آآ في ام وتقول له سناب شوت هتقول له شاتداون وتاخد سناب شوت خلاص. ممكن تاخد سناب شوت والمكانة مفتوحة. ممكن تاخد سناب شوت والمكانة مقفولة. انا افضل ان يتاخد سناب شوت والمكانة مقفولة. عشان بياخد وقتا قل يعني. خلاص. فهنروح راحين على في ام. خلاص. ونقول له سناب شوت. وهنسمي السناب شوت بيفور تويكرز. لان الفيديو اللي جاي هبتدى اشتغل في التويكرز. فخلينا نمشي كده شوية. هنمشي حاجة بسيطة جدا كده اهو. ايه كده مهنجة ولا ايه? اعتقد خلاص. هبقى وخد سناب شوت عادي خالص. بيش اي مشكلة يعني اكملنا كده. اهو. واتمنى يكون فيديو عجبكو. وما تستشتركوا في القناة وتفعيلوا جرس التنبيهات وذلك بلا شك فضلا منكم وليس امر مني. يا جماعة اللي حس انه بيستفيد من المعلومات دي. وعايز يستزيد. يعني حس ان المعلومات دي مفيدة لي. وعايز ياخد كورس خاص بمقابل مادي. يتواصل معي على الواتساب بتاعي. او الاميل بتاعي. اه كريم دوت رؤوف ات جيميل دوت كوم. او على قناتي على التليجرام. او صفحتي على الفيسبوك. او يسيب لي كومنت في الوصف بتاع الفيديو. شكرا جدا ليكم ويسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.